وهذا يكون بمنأة عن السعادة وتجد في المقابل من هو ربما أقل منه مالا لكنه أكثر رضا فهو سعيد في حياته ولذلك هذه المعاني ينبغي أن يحرص المسلم على تحقيقها وعلى ترويض النفس على القناعة والرضا وإلا فإن النفس تطمح دائما تطمح للكثير كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديا ولو كان له واديا لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب فالنفس دائما تطمع وتطمح ولهذا لا بد من ترويض هذه النفس وأن يعود الإنسان نفسه على الرضا وأن يستقر في نفسه أنه لن يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له لن يأتي الإنسان من الرزق إلا ما كتبه الله له والرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغطة مثل ذلك يعني أربعون وأربعون 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 وعشرين ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه ولهذا ينبغي أن يرضى الإنسان بالرزق الذي كتبه الله له لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك ورزق المكتوب لك سيأتيك فلذلك إذا عرف المسلم هذه الحقيقة وفهم قضية الرزق فهما جيدا فإنه يرضى بما قسم الله له ويكون بعيدا عن التشكي وعن التسخط ترجمة نانسي قنقر